النهاردة ان شاء الله سنقوم بشرح كيفية ادراج واضافة مجموعة من الصور دفعة واحدة باستخدام برنامج الكسل يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنشرح طريقة اضافة صور الموظفين دفعة واحدة زي ما حضرتك شايف كده؟ في السابق كنا بنضع صورة صورة لا احنا هنضع لو انا عندي خمسين موظف او اي عدد من الموظفين اقدر بطريقة سهلة جدا وموسطة ان انا اقدر اضيف صور الموظفين او صور الطلاب او صور المواردين او العملة وتبر دفعة واحدة في برنامج الكسل قبل الشرح تضل الملايسة امرا اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل جديد اول باول ان شاء الله ما تروحش بعيد وتابع معانا كل خطوة من خطوات اضافة صور الموظفين دفعة واحدة في برنامج الكسل تفضلوا معي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اصدقاء العزاء واديو جديد من سلسلة طريقك لاحتراف الكسل نبدأ على بركة الله الجدول الموظف امام حضراتكم يحتوي على الحقول التالية كود الموظف اسم الموظف الوظيفة الراتب رقم الهاتف صور الموظفين وفي نفس الوقت عندي مجلد بيحتوي ويجتمل على اسماء وصور الموظفين زي ما حضرتك شايف طبعا بتختار حضرتك اللي ينسبك المجموعة الصور بتاعت الموظفين اللي موجودين عند حضرتك في الشركة او المؤسسة وتقدر تعمل لهم مجلد جديد وتضع في اسماء الصور زي ما حضرتك شايف تمام كده يبقى عندي مجلد بيحتوي ويجتمل على صور الموظفين الموجودين عند تمام كده بعد كده هذهب الى شية الكسل وعندي عمود الموظفين وعايز اضع صورة الموظف في الخلية اللي بتقابله يعني صورة الموظف هنا اللي هي بتمثل الموظف محمد محمود وهكذا تلقائيا ودفعة واحدة يعني مش هضع صورة صورة يبقى انا دلوقتي التمن موظفين دول هضع صور التمن موظفين دفعة واحدة او مرة واحدة حتى يصبح الجدول زي ما شفناه في المثال السابق زي ما حضرتك شايف امام كل موظف الصورة بتاعته تمام اول حاجة هنيجي نعملها يا جماعة ان انا هاجي عند الفولدر اللي في الموظفين وهاجي هنا واضغط دابل كليك عشان احدد المصار بتاع الفولدر وهاجي هنا كده احدد المصار كده اللي موجود في السي وبعد كده كنترول اختار كليك يمين وكوبي او كنترول سي تمام كده يبقى انا اقول حاجة دلوقتي ان انا عملت ايه قمت بنسخ المصار الموجود به مجلد صور الموظفين اتفقنا بعد كده هنتخل الى شيت الاسل وبعد كده بحدد خلية فاضية كده اللي هي اتش دي وهقوم بلسك المصار هاجي هنا كده في شريط السيغ كده وكنترول فيه وحيبتدي يبقى عمالي المصار هاجي هنا كده ويبقى انا دلوقتي عملت المصار امام الموظف الاول على سبيل المسائل هاجي هنا في شريط السيغ هنا ما نساش كده هاجي هنا في المكان ده واعمل باك سلاش زي الشرطة دي كده تمام كده يبقى بالشكل ده بعد كده بضغط على مفتاح الادخال تمام كده بعد كده هاجي هنا بحدد هذه الخلية اللي هي H2 وابتدي اعمل عملية سحب للمصارات دي اتفقنا دي كانت اول حاجة يبقى بسحب الخلية دي لغاية اخر الاسماء اللي عندي في الجدول بعد كده عايز اعمل مصار لكل صورة هاجي ادايق العمود ده شوية كده هاجي مثلا هنا كده المصار ده نوسع العمود ده كده وهاجي مثلا دلوقتي انا عايز اعمل مصار لكل صورة على حدة يبقى حدد الخلية اللي هي I2 تمام وبعد كده اقوم بكتابة المعادلة طالما قلت يا جماعة هكتب معادلة خلاص عرفت تبدأ بالاشارة ايه يساوي كلام جميل جدا وبعد كده بحدد الخلية اللي فيها المصار اللي هي H2 تمام وبعد كده بضغط على مفتاح shift مع 7 عشان يديني علامة الانت تمام كده يبقى shift مع 7 يديني علامة الانت بعد كده بحدد الخلية اللي فيها اسم الموظف اللي هي B2 تمام كده شباب تمام بعد كده برضو shift مع رقم 7 بيديني علامة الانت بعد كده ببتدي اعمل double condition كده وبعد كده هبتدي اكتب فيه امتداد الصورة امتداد الصورة عندي هنا جي بي جي جي بي جي لو عندك bng المهم زي ما هي موجودة عندك فيه مجلد صور الموظفين يبقى انا عندي هي اللي هي امتدادها jbg يبقى هبتدي دلوقتي هكتب dot وبعد كده هكتب jbg تمام كده وبعد كده ايه بقفل double condition بتاعتي عشان يبقى شغلي مصبوط بعد كده بنقر بطعت على مفتاح الادخال enter يبقى بالشكل ده هلاقي هنا المصار بقى بالشكل ده اه هنا اداني اسم الموظف الاولاني اللي هو ايه محمد محمود لو بسيط انا كده على الموظف الاولاني هلاقي فعلا محمد محمود زي ما حضرتك شايف بعد كده هاقوم بسحب المعادلة زي ما حضرتك شايف هلاحظيني هتديني كل اسماء الموظفين اللي موجودين عندي في الفولدر كلام جميل جدا بعد كده هبتدي احدد هذا العمود control c كلام جميل تمام وبعد كده هنكر click main وحاختار لسقه كvalues او كقيم هاختار لسقه كاي يعني دلوقتي انا عملت نسخ وهاختار لسق ايه best a option عن طريق الفاليو يبقى هيبقى بالشكل ده يبقى انا دلوقتي عملته عن طريق يبقى عندي ايه نسخته كقيم كنسخته كاي قيم تمام ويظهر زي ما حضرتك شايف معا بعد كده حاجة احذف هذا العمود انا مش عايزه click main و delete تمام كده شباب بعد كده شباب هقوم دلوقتي بنسخ محتوى ملف نصي مساعد وسوف اترك لحضراتكم رابط هذا الملف في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقي حضرتك هذا الملف في سطر واحد كده هبتدي احدده كده وبعد كده ctrl c تمام خدته ctrl c وبعد كده هروح عند هذه الخلية وهاجي هنا عند شريط السياء وهبتدي اقوم بلسق نص زي ما حضرتك شايف كده ctrl v تمام تمام وهاجي هنا يبقى يبقى اعمال لي الشكل ده بعد ما كنت باللسق وظهوره كما موضح امام حضرتكم هقوم بتحديد الخلية اللي هي g2d هقوم بتحديدها كده وهبتدي اعمل لها نسخ ctrl c خطوة خطوة مع بعض يا شباب كده عشان ايه نركز في هذا الموضوع وبعد كده هروح بعد ما خدت هنا كوبي اجي هنا كده احدد دي كده واجي عندي كلمة المصار احدد كلمة المصار اظللها كده وبعد كده هعمل ctrl v اه انا يعني خدت المصار من هنا وحطيته مكان كلمة المصار اللي موجودة في هذي الخلية تمام بعد كده هنقر enter من لوحة المفاتيح بعد كده هبتدي هنزل سطر كده او خلية تحت الخلية اللي موجودة امام حضراتكم دي تمام وبعد كده ابتدي زي ما قلت لحضراتكم هنزل اسفل مصار الصورة بعد كده هنقر على ctrl زائد حرف ايه من لوحة المفاتيح نلاحظ تم تكرار العملية اللي قمنا بيها في هذي الخلية يعني بدل ما عملناها كل مرة لأ انا حددتها وبعد كده ضغط enter وجيت في خلية اسفلها وبعد كده ضغط على مفتحي ctrl زائد حرف ايه من لوحة المفاتيح لاحظنا تكرار العملية زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معنا تمام كده طيب بعد كده بابتدي احدد هذا العمود و ctrl c ctrl a c كلام جميل بعد كده هحضر بقى اكون فاتح ملف بتاع المفكرة زي ما حضرك شايف كده وبعد كده اعمل ctrl v يعني هلصق المصارات البتاعتي بتاع الصور الموظفين تمام اللي هي موجودة عندي فين اللي هي كانت موجودة في العمود i بعد كده هعود الى مناف ال excel وهبتدي انا دول مش عايزهم اصبحت مش عايزهم خلاص كنت ابتدي اعمل عملية delete بعد كده هرجع للمفكرة وهبتدي اعمل ctrl a عشان احدد المصارات كلها مرة واحدة وبعدين ctrl c عشان اعمل عملية النسخ تمام كده تمام يا شباب تمام بعد كده هروح هنا طبعا هاجي هنا طبعا وابتدي عايز اقبر شوية الصفوف بحد ده هنا كده وابتدي اخلي الصفوف دي ازود ارتفاع الصفوف شوية كده رواي وخليها مثلا على مثلا على سبيل المثال تبقى بالشكل ده طيب احنا قلنا هنا ايه دخلنا هنا كده وcontrol a وcontrol c كلام جميل تمام وحدد الخلايا اللي هيبقى فيها الصور كلها مرة واحدة مش بحدد خلية خلية لا كلها مرة واحدة وبعد كده ctrl v من روح المفاتيح تمام يبقى بعد ما قمنا بلسق مسارات الصور ctrl v نلاحظ بالفعل تم عرض جميع الصور الموظفين دفعة واحدة زي ما حضراتكم شايفين ده كان موضوع مهم جدا جدا ازاي اقدر اضيف وعمل عمل ادراج لسور الموظفين سواء الموظفين طلبة موردين عمل وثيبر دفعة واحدة في برنامج الاغسل اتمنى يكون الشرح نال استحسان حضراتكم وعايز اتشوف اللايكات والشير عشان الفيديو ده يصل لأكبر قدر من الاخوة الاصدقاء اما لو حضرتك اول مرة بتشرفني هتمنى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اول باول ان شاء الله معاتي بتمنياتي واراق تحياتي ممضوع صلاح الدين